تتسارع الأحداث في إقليم أرتساخ إذ أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة بلاده الكاملة على الإقليم عقب اتفاق يقضي بموافقة سلطات الإقليم على شروط باكو لوقف الهجوم العسكري وفي خطاب بثه تلفزيون الأذربيجاني عرض علييف على سكان الإقليم الأرمن وعلى أرمينيا ما أسماها آفاق التعاون والمصالحة والتنمية المشتركة وجاءت كلمة علييف مع مخاوف أرمينية متزايدة من سياسة تطهير عرقي قد تنتهجها أذربيجان في الإقليم إذ نشر الدبلوماسي الأرميني إدمون ماروغيان على حسابه الخاص في منصة إكس لقطات لإجراء السكان من مناطق مختلفة في الإقليم إلى موقع قوات حفظ السلام الروسية لافتا إلى أن المجتمع الدولي بأكمله متسامح مع ذلك بحسب وصفه إلى ذلك أعلن مسؤول حقوقي في أرتساخ مقتل مئتي شخص على الأقل وإصابة أكثر من أربعمائة آخرين جراء الهجوم الذي نفذه الجيش الأذربيجاني على الإقليم الذي توقف فور إعلان السلطات المحلية موافقتها على شروط أذربيجان لوقفه ونزع سلاح القوات في المنطقة وبحسب المصادر فإن سلطات أرتساخ وافقت على الشروط التي اقترحتها قوات حفظ السلام الروسية والقاضية بنزع الأسلحة الثقيلة لقوات الإقليم وعقد اجتماع مع مسؤولين أذربيجانيين يوم الخميس لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده لم تشارك في إعداد نص اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم أرتساخ وسائل علام الروسية نقلت عن باشينيان قوله إن السلطات في أرتساخ أبلغت مكتبه بقرار الموافقة على وقف إطلاق النار وإن ياريفان ليست لها قوات في الإقليم منذ آب أغسطس 2021 وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية إثر تعرض عربة تقلهم لإطلاق نار في منطقة بإقليم أرتساخ ترجمة نانسي قنقر